موسيقى موسيقى في هذا الفيديو سوف أتحدث عن الفرق بين أنظمة التشغيل التي يمكن أن نعمل عليها ونستخدمها بواسط برنامج ال-GNS3 أو برنامج ال-EVNG وهذه الأنظمة هي Cisco IOS V V تعني Virtual وCisco IOU هذه الأنظمة لها عدة إصدارات بعضها يمكن أن يعمل عند الطبقة الثانية بمثابة أجهزة Switch أو تحاكي أجهزة Switch وبعضها يمكن أن يعمل عند الطبقة الثالثة بمثابة أجهزة Router ولنبدأ أولاً بالحديث عن Cisco IOU الذي هو اختصار لـ IOS on UNIX هذا النظام يمثل نسخة كاملة من نظام التشغيل الخاص بشركة Cisco IOS الذي نستخدمه في الأجهزة الحقيقية ويمكن تشغيل ال-IOU من قبل المستخدم في نظام من نوع UNIX مثله مثل أي برنامج آخر في النظام وأهم اختلاف بين نسخة ال-IOU وال-IOS V هو أن نسخة ال-IOU لا تستهلك الكثير من الموارد في جهاز الكمبيوتر مثل المعالج والذواكر والمشكلة في هذه النسخة أنها غير متوفرة على موقع شركة Cisco ولذلك يجب الحصول عليها بطريقة أخرى ونسخة ال-IOU تحتاج إلى ملف وهذا الملف يسمى ب-License File عادة يكون اسمه IOURC وامتداده TXT وعندما نحاول تنزيل نسخة من نسخ ال-IOU باستخدام برنامج ال-GNS3 سواء كانت من النسخ التي تعمل عند الطبقة الثانية أو كأجهزة تعمل عند الطبقة الثانية أو كأجهزة تعمل عند الطبقة الثالثة يعطينا برنامج ال-GNS3 مجموعة من الإصدارات المستحسن استخدامها مع برنامج ال-GNS3 ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استخدام إصدارات أخرى برنامج ال-GNS3 فيه مجموعة من هذه الإصدارات طبعا هذه الإصدارات غير متوفرة في البرنامج فقط المتوفر هو الإسم يجب أن نحصل على هذه الإصدارات كما نوهت بطريقة ما وهنا يجب التنويه إلى ملاحظة مهمة جدا جدا هو أن استخدام هذا ال-IOU في برنامج ال-GNS3 أو البرنامج EVNG لا يدعم كل الميزات الموجودة في أنظمة التشغيل موجودة في أجهزة السويتش وأجهزة الراوتر الحقيقية فمثلا هناك الكثير من الميزات التي لا يدعمها مثل ميزة ال-NTP Authentication وميزة ال-DHCP Snooping ويمكن أن نقوم بإجراء Lab من نوع HSRP ولكن لا يمكننا إجراء Ping أو التأكد من صحة الإعدادات أيضا لا يدعم Layer 3 Ported Channel فتأكد عزيز الطالب أنه إذا كنت تريد أن تقوم بإجراء Lab وتختبر فيهم ميزة من هذه الميزات فلا تستخدم ال-IOU ولكن من أجل الميزات الأخرى يفضل استخدام ال-IOU لأنه لا يستهلك الكثير من الموارد الموجودة في الجهاز مثل المعالج أو الذاكرة نلاحظ هنا أنني قمت بتشغيل خمسة أجهزة من نوع Switch جميعها تستخدم IOU عند الطبقة الثانية أي أجهزة Switch وجميعها تستهلك فقط حوالي 17% من المعالج طبعا هذا الرقم سوف يزداد كثيرا وقد يصل إلى 50% إن استخدمنا ال-IOS V أما بالنسبة للنظام الثاني وهو ال-IOS V هذا ال-IOS هو أيضا نسخة من Cisco IOS ولكنه يعمل ضمن برنامج ال-GNS3 على شكل Virtual Machine بالنسبة لل-IOS V الذي يعمل كأجهزة Switch يمكن أن تدعم 16 بورتس من نوع Gigabit Ethernet أما جهزة IOU فإنها تدعم فقط منافذ من نوع Ethernet فإذن ال-IOS V يدعم استخدام منافذ من نوع Gigabit Ethernet أما ال-IOU فإنه فقط يدعم استخدام منافذ من نوع Ethernet وأيضا بالنسبة للاب الذي تقدمه شركة Cisco في موقعها طبعا هو غير مجاني يسمى بـ Cisco Modeling Lab هذا اللاب تستخدم فيه Cisco أجهزة من نوع IOS V عند الطبقة الثالثة أي كأجهزة راوتر وتستخدم فيه أيضا أجهزة Switch تعمل على ال-IOS V عند الطبقة الثانية بالنسبة لبرنامج ال-GNS 3 يقدم لنا مجموعة من ال-Image المستحسن استخداموها بالنسبة للطبقة أو أجهزة ال-Switch يفضل استخدام هذه ال-Image ويجب الحصول عليها إما من موقع شركة Cisco أو من مكان آخر وبالنسبة لأجهزة ال-Router بالنسبة لأجهزة ال-Router لا يتم كتابة L3 فقط يتم كتابة IOS V أما بالنسبة لأجهزة ال-Switch يتم كتابة IOS VL2 فبالنسبة لأجهزة ال-Router أيضا برنامج ال-GNS 3 يقدم لنا مجموعة من الخيارات أو ال-Image المستحسن استخداموها مع برنامج ال-GNS 3 أعود وأكرر هذا لا يعني أنه لا يمكننا استخدام image أخرى يمكننا لكن الأفضل استخدام هذه ال-Image والميزات التي يدعمها الجهاز الذي يستخدم ال-IOS V هي هذه الميزات فإن كنت عزيز الطالب تريد تطبيق أحد هذه الميزات في اللاب فيمكنك استخدام IOS V ولكن لا يدعم الميزات التالية وهي Port Mirroring وال Private VLAN وبالنظر إلى هذه الصورة التي تم فيها استخدام خمسة أجهزة Switch من نوع L2 iOS VL2 باستخدام برنامج ال-GNS 3 نلاحظ أنه تم استهلاك 52 أو حوالي 50% من المعالج الموجود في الجهاز أي هذا معنى أنه لو استخدمنا عشرة أجهزة فيمكن أن يتم استهلاك المعالج كله طبعا لذلك إن كانت جهازك من النوع الحديث من نوع I5 أو I7 وفيه مثلا 4 cores أو 4 نوة فيفضل استخدام IOS V أما إذا كانت جهازك من النوع القديم فيفضل استخدام IOU بدون أي تردد دراسة الحرّ بات عن قدران سبيلات راية سبيلات راية سبيلات راية سبيلات راية سبيلات، سبيلات راية